بحسب منصق الأمم المتحدة لشؤون الإنسانية مارتن جريفيت فإن الاقتصال الدائرة في سودان والذي يكمل العام الشهر المقبل أدى إلى نزوح أزيد من 8 ملايين شخص فرأ أكثر من مليون و700 ألف منهم إلى خارج البلاد المسؤول الأممي أكد حاجة نصف السكان البالغ عددهم 50 مليون نسمة إلى مساعدات إنسانية وأن حوالي 18 مليون شخص على حافة المجع أي بزيادة عشرة ملايين شخص مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي من أجل منع تدهور الوضع بشكل أكبر يجب إدخال مزيد من المواد الغذائية تؤكد الأمم المتحدة مضيفة أنها لا تتوفر على أموال وأن الاهتمام الدولي بالأزمة السودانية لا يرقى إلى حجم التحدي في إحصائية صادرة عن حول تأزم الوضع الإنساني بالسودان يقول برنامج الأغذية العالمية إن أقل من 5% من السودانيين فقط هم من يستطيعون توفير وجبة كاملة في الوقت الراهن فيما تشير منظمة أطباء بلا حدود إلى أن طفلا يموت كل ساعتين في مخيم للاجئين بدارفور أما مستشفيات البلاد فقد أصبحت ثلاثة أرباعها خارج الخدمة إذا أذلك أعلنت الأمم المتحدة عن خطة للاستجابة الإنسانية للأزمة خلال العام 2024 بقيمة مليارين وسبعمائة مليون دولار لكن تمويلها لم يتجاوز بعد نسبة أربعة بالمئة ترجمة نانسي قنقر